يا عزيزتي لا يوجد من في الخارج هو يملك حرية لكن على حد علمي وقد تكون معلوماتي خاطئة أن سلطنة عمان مثلا تمارس ضغوط على قيادات المؤتمر الموجودة عندها وتمارس ضغوط على بعض القيادات الموجودة في الخارج من الذين يذهبون إلى عمان بشكل أو بآخر وهذه الضغوط يظهر أنها بالتنسيق مع الإيرانيين ومع حزب الله وبالتوافق كذلك مع الحوثيين حتى يعيقوا أي تدخل من القيادة التي في الخارج والتي كانت هي تدير المفاوضات وعلى رأسهم أبو بكر القربي وغيرهم ويحيى دويد الموجود في القاهرة كذلك هؤلاء هم القادة الحقيقيون للمؤتمر الشعبي العام الذين يملكون حرية اتخاذ القرار نحن لا نطعن في كل من هم موجودون في الداخل بعضهم شرفاء لكنهم تحت السلاح وإن كان بإمكانهم أن يصمتوا وأن يرفضوا الحضور يعني ما الذي سيفعله الحوثيين بهم لا يمكن الحوثي أن يأتي ليسجن قياد مؤتمر لأنه رفض الحضور لكن للأسف بعضهم ضعيف يعني إما ضعيف أو خائن أو عرض عليه منصب معين طيب السؤال فيما يتعلق بهيكلية وشكل المؤتمر بقاء بهذه الطريقة مقسمة بين الداخل والخارج ومن هم خارج الخارج إذا ما صح التعبير ما مدى أهمية بقاء بهذا الشكل المؤتمر باعتقادي هي لحظة طبيعية بعد الأحداث التي حصلت أن تحصل هذه التباينات وأنا لا أقول أنها إنجسامات لأن الجادة الذين في الداخل كما تحدثنا أسرى ومختطفون لكن باعتقادي عند استقرار الأوضاع وسقوط سطة الحوثينة والذي نتأمل أن يكون قريبا باعتقادي قيادة المؤتمر ستلتعم التي في الداخل والتي في الخارج والتي في الرياض والتي حتى في سلطنة عمان المؤتمر يملك نخبة قيادية رائعة جدا وقوية ومثقفة لكن الأوضاع أصفت به نتمنى أن يتجاوز قيادة المؤتمر هذه الأزمة لكن كما تحدثت أعود وأكرر أن على القيادة التي في الخارج أن لا يسكتوا يجب أن يصدروا بيان يحددوا فيه ويضعوا النقاط على الحروف حتى يعرف الشعب المسار الصحيح الذي يجب على المؤتمر أن يتوجه فيه والمتسك مع وصية علي عبدالله صالح الأخيرة التي دفع دمه ثمنا لها من عمان السياسي والصحفي اليمني علي البخيتي شكرا جزيلا لك